شكرا لك وليدة جبيلي برسلنا كان معنا حاضر في مرشي سيدي داود دعطانا فكرة على الأسوام نمشي وتسويت سحرورة لتمخميخة اليوم تمخميخة تمخميخة اليوم فايحة تمخميخة تسايب في الرويح لبنينا تمخميخة خبز سميت ماذا قولك فتحي فالدخلة انتي استيعطى لكل شي فالدخلة ولا فلتنا دخلة دخلة في زوزي شره وليكس كما قلت لكم تمخميخة نهاية خبز سميت المقادير متاحها ميتين جرام فالينة ميتين جرام سميت أرتب باكو خميرة متاح خبز مغرفتين كبار زيزيتونة ومغرفة كبيرة سكر وملح حسب الضوء بيانسيوخ لانك الطريقة في صحفة نحطوا الفالينة والسميت ورشوا عليهم الملح وفي كاس مياه دافي نخلطوا الخميرة مع السكر ونخليوها خمسة دقايق وبعدك نصبوها على الخليط متاع الفالينة ونعجنو بالبهي 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 وبعد نزيدو الزيت ونزيدو نعجنو كان حسيتو العجينة ييبسة معنى ما تحسيش الطريقة بالكده نزيدو الماء العجينة لازمها تكون مرخوفة شوية معنى ما تكونش ييبسة برشا وبعدك نخليوها ترتاح نصيف ساعة وبعدك نقسموها خمسة كعبورات والأربع كيم الكبر اللي تحبوا عليها انتوما ونحلوها بيدينا شوية دوير المسطحين ماذا بينا يكونوا ونبعديك الماذا بينا لو تغمتاحهم دو سنتيمتر با بلوس ونبعديك نزيدو نخليو يرتاحوا مرة أخرى عشرة دقايق ونماذا بينا الجرحات متاع الخبز فتحية باش يقولوا عليش احنا عملنا بسكينا زو الجرحات فوق الخبز ما جيتش مزيينة كيمة متاع الكوشة على خاطر الكوشة يجرحوا باللام متاع الحجيمة اما بيانسور يكون جديد معنى اللام اللي وحده ماذاكم بينسور يقولو بيالكم اي ايه وانا قلتك الجرحة باش تجيه زيانة اللي فوق الخبزة بنيها باللام شدوا الطرف الثاني باللاش الى الناس اللي مالدوها لكيفي وتعملوا زو سخطوط بالطول والعرض ومبعديك هتدهنوها بالماء وإلا بالحليب ونرشو عليها شوية جلجلان يا فتحية وإلا شوية سينوج ونحطها في فور 200 دقري نكونوا سخناها شوية ونخليها ربيع ترجمة نانسي قنقر